عايزين ننقل بقى للفن وكان ليك دورين مهمين جدا في عمالين مهمين جدا في رمضان اللي فات سوق الكنتو وطبعا مع الجميل أمير قراره ما هي عيس الدين وكنت عامل خواجه بيتكلم مصري تماما هتحكي لنا عنه لأنه في فرق بينه وبين مذكرات زوج جدا لا فرق كبير والد عائشة طبعا هنا من أحمد في المسلسل بنحقيهم كلهم طبعا نجومنا اللي ذكرناهم دورين مختلفين هتبقى نبدأ بالخواجه ده يعني كنت بتكلم مع عمية عادية جدا بصي الخواجه ده طبعا ده كان إخراجه لأستاذ حسين منباوي طبعا وكان نفسي أشتغل معاه هو كان عمل جزيرة غمام وكان عمل بوم جامل قوي طبعا فقابلته في مرة كده كان بيصور مع أمير قراره فيلم فأنا داخل بالموتسيكل بقى وبتاعه رايح في حت ناحية مستر كده في السخنة وبتاع فالقيتهم بيصوره طبعا حسين عرفوه الشخصين بس يعني أمير حبيبي لأنه من أيام يعني اشتغلنا مع بعض كتير أنا وأمير فنزل وحسين وأمير وسلمنا على بعض وبتاعه وانا ما بكشفش طوله بقولك يا حسين حمشان نشتغل مع بعض ولا ايه أنا أعيش أشتغل معك يا أخي قالي بقولك يا والطوله عايز أشتغل معك ومش أي دور أنا عايز أغير جلدي فالسيكل كده قال لي أنا عايز ايه وطوله أنا عايز أشتغل بس عايز أغير مش عايز اعمل بقى دوره الودي الشيك الرجل المحترم الوزير لا 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 قالي طب انا بقولك انا في دماغي ليك دور شعبي هو ده اللي انا عاوزه شعبي هتصور بقى ان هو بقى ابن الحتة يعني اه فلما جيه بقعتلي في سوق الكنتن اقولت بقى ايه فتوة حاجات جده فليد له عايتلي الخواجة فانا طبعا ايه الخواجة دي يا ام حسيني يعني ايه ده فبس يسكت بقى لان كنوا بيصوروا بقى لت يا ودي ايه اسكت واعتبارها ايه البداية طبعا وتغيير فعلا فجاب لي دور الخواجة ده فانا بسيت في الدور دور لذيذ وحلو وفي ندية مع امير وبتاعه مش عارفه بس هو حلقاته ليلة مش كتير بس مش مهم بس هو لي مع تكوينك وطبيعة شخصيتك وشكلك يعني اه بس انا كنت عايز اغير نفسك تعمل ايه في دور على بالك دور وادي ابن بلد شعبي مش لازم شعبي بمعنى فالشعبيين دول ناس محترمين واصلة ومش لازم النمازج اللي احنا دايما بنجيبها اللي هما الخارجين دول او عشان نروح ناكل كبدة مع رفس المعنونين اللي قول لك يا ايه ده انا بحب ده انا بحب اروح على التربيزة اللي في سيدة زينب كده هو ان احنا اقعد اكل واغمس فول وااكل طعمية انا بحب ده بس بيدفعوك الدولار وليه بفتكروك خواجب جد ياما لا لا ده انا ده انا ده انا عبوك وبصل بقى وبتاعه لا 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 طبعا ما ليه لازم ما ما تكملش بقى الفول البصل والفلفل اممان اممان طبعا ولمون وكمون وكل عايق انا عايز اروح معك لمنطقة كان انت اشتغلت مع عمر الحريري اهه كانان الراحل القدير كبير لا يا خامل وكان ليك معا موقف هو صحيحي ربط لك الكرافات بتاعتك ده انا بصي ده كان اول عمل ليه كان في مسلسل اسمه ارمالة واربع بنات ما عرفش حد يفتكره ولا لا كان ايام استوديوهات عريني اللي كانت في الزمالك اه في الزمالك دي الشمالة بيه كتير ما عرفش ايه ما اعتقدش موجودة دلوقتي ما انتهايليش كانت الاستوديوهات دي كانوا استوديوهين جنب بعض كده وجي ده شغال مسلسل ده شغال مسلسل يستنى لما ده يعمل استوب عشان الصوت بيوصل هنا وده يعمل استوب ده يشتغل وده يشتغل كانت ايام حلوة كان فيها شغل كتير قوي فبعتولي في المسلسل ده وكان الله يرحمه كان مدير انتاج اسمه الاستاذ محمد زعزع اه طبعا طبعا ده يعني صحيح الفضل علي طبعا